الخبر أول الذي عادنا عن يارا مار وصابتها بالكورونا طبعاً ليس هي يارا مار وإنما يارا عزيز وقامت فحص كورونا عمودة ترى إذا هي مصاب بهذا المرض أو لا فيرى يا حبايب نزلت على حسابها بالإنستجرام شو الأستوريات وبهذا الأستوريات لسي يبيه فحص مع الكورونا فطبعاً غير من المتابعين صارت تقولون ممكن أن هي تريد السفرة لسي يبيه هذا الفحص عاكون إن شاء الله يكون ما بها أي شيء نتقل حالياً مفاجأة اليوتيوبر إنه اليوم رح ينزل لكم مقطع لقناتهم باليوتيوب هذا المقطع رح يهز اليوتيوب كله شو توقع المقطع رح يكون يا حبايب أكو رحطوكم الستوريات شوفوها سواء الخلع لكم يا جماعة عايز أقول لكم إن في فيديو جامد جداً نزل بكرة الساعة حتى الدور استعدوا اليوتيوب هيتضمر في مفاجأة جامدة جداً في الفيديو ولولي لولي هاي لا مش مركزة معنا مركزة معنا بلقتي في التابليت بس انتو بصنا نلابس هين اللابس بيبي بلو نتقل حالياً السوبر فاميلي والشي الناري اللي مجهزيه فالسوبر فاميلي يزعر يحتبهم بالإنستجرام شوية ستوريات وبهد الى ستوريات صار يقول بيها إن المقطع رح ينزل باتش رح يكون قم بالأشي مو طبيعي حطوكم الى ستوريات شوفوها صباح الخير سوبرز الساعة ثلاثة الفجر هلأ ما بعرف مين منكم صغران أنا عمانتيش فيديو ولا بالخيل ولا بالأحلام فيديو يعني فيديو كان مفاجئ لعيلي أنا عمانجو هلأ لنزلكوني بكرة بأسرع وقت على القناة سوبرز عساس ما رح ننزل بالعيد بكرة في فيديو بومينج ننتقل حالياً برهم المعراوي وتهديداً هو رح ينتقم من أحمد أبو الروب في برهم المعراوي نتعال حسبه بالإنستجرام شوية ستوريات بهذا السوريات وشان كاتب بيها إنو شوفوا هذا المقطع اللي على قناتي الأخير وحاط بعد نصور الديس لايكات مالتا وكاتب أفوضوها زين وحاط صورة لتعدد تعليقات 19 ألف وكاتب هذا هو المحفظوها بعد ما أحد كتب لها ما أحد قال لك أنه تدخل للمشكلة فناغ المتابعين قاعد يتوقعون ليش وقاعد يقول للمتابعين لتذكروا هذه الأشياء إلا إذا هو كان يريد ينتقم من أحمد أبو الروب ما أدرس طلاحكم من أحباب بالكومنتات شون توقعتكم لهذا الموضوع نتقل حالياً مصطفى ريدر وفضيح تالي ياسوب في اليوم أعلنه رح ينزل المقطع على قناته باليوتيوب ورح يطلع ويفضح كل اللي قاعد يصير بالإضافة أن ياسوب رجعت اسم وسام تيكت بالكومنتات اللي عادها بعمل نشال حطته بالكلمات المحظورة حالياً شرت اسمي من الكلمات المحظورة وإي واحد يكتبه هذا الاسم بالكومنتات رح يظهر أما بالنسبة للدليل ونسخل الأخبط نزلع ونزل بيع التعليقات ونكتب وسام تيكت بعد نروح على كلمة لأسف آولة عمد في التعليق وتعليق الأشخاص العقاء ورايا أما بالنسبة لأسف آولة عمد في التعليقات ونرى التعليقات لأللنس أولا سوف نرى التعليقات فعلياً ظهر اسم وسام تيكت ظهر بالتعليقات بعدما كانت خافية من التعليقات فالتوقعني يا حباب نيوياسو فعلياً سترجع للطريق وسام تيكت فالهذه هي بدلة ترجع هذه الأشياء لا أدرك تبعنا توقيتكم بالكومنتات ويصلوا يا حباب نوصلت للمقطع لايك شاركوا بالقناة مع السلامة